أفهم السؤال من سيدة بتقول زوجي يقوم بأشياء تضايقني أثناء العلاقة الحميمة ماذا أفعل؟ مبدئياً الغلط أو العيب مش فيكي ولا حتى فيه هو مجرد سوء تفاهم ولازم نحاول نحله بطريقة صحية لو خلتي هو يتكلم عن الموضوع هتلاقيه هو برضو مش فاهم أن فيه حاجة بتضايق ومش قصده يضايق تذكري أن الرجال حساسين جداً ويعني الإيجو بتاعهم بيوجاعهم لو قلت لهم حاجة تجرح المشاعر فتجنبي تماماً أنك تقولي حاجة جارحة لمشاعر الرجول عنده اختاري ألفاظك بعناية جداً وافتكري أنه اللفظ الغلط ممكن يجرحه لسنين ويساوي علاقتكم اطلبي منه بحب وحنان يعمل اللي انت عوزاه لما يعمل حاجة كويسة شجعي ويقولي له كده جميل استمر ولو في حاجة مضايقاكي يقولي أنك بتتوجعي منها أو بلاش كده أحسن وممكن تقترحي حاجة أنت أو تشجعي لما يعمل حاجة كويسة تقولي له كده بحب كده استمر المهم تكوني حنونة ومهذبة معي أثناء محاولة تغيير التصرف اللي مش عاجة بك أتمنى لك كل الحب والسعادة تحياتي اشتركوا في القناة